هو عمتاً كتابة الجوابات مفيدة قوي مش كده يعني عمتاً أنا أكتب حاجة لحد إيه رأيك يعني جربت قبل كده أن أنت تكتبي جواب لحد مش بس كتاب عمتاً بس تكتبي توجيه كلامك لحد حتى لو مش تديه جواب ده هو بيطلع حتى من جوا مختلفة عشان مش شرط أنه اللي أنت تكتبي له الجواب ده يشوفه في الآخر فأنت في وقتها أنت تتبي حقيقية قوي مع نفسك وحقيقية قوي مع كلام اللي أنت تقوليه أنه أنا مش لازم أجمل الكلام اللي أنا بقوله مش لازم أقلل من الوجع اللي جواي أنا بقوله زي ما هو وبعدين خلاص هو بيتشال في ناس حتى أنا عرفهم بياخدوا الجوابات دي وبيحرقوها عشان بتبقى زي نهاية أو مش عايزين يفتكروا الحاجات دي تاني أو بيقطعوا في ناس تانية وأنا واحدة من الناس دي أنا كتبت جواب وكتبته بكل حاجة يعني كنت حقيقية قوي وأنا بكتبه ونكتش متخيلة من أحاها من كده بس أنا كتبته وكتش هاليه على جنب وبعدين في يوم الأيام رحت ووديت الجواب ده للشخص اللي أنا كنت بكتبه هيله عشان كنت 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 حاسة أنه في حاجة نقصة أنا عايزة أنا عايزة طالع الحاجات أنا عايزة طالع المشاعر الجواب دي مش عشان أنا مستني حاجة من لقدامي خالص بس أنا عايزة عايزة لقدامي يسمعني ويسمع الكلام اللي أنا بقوله إحنا كنا حضرنا أنا وجوزي كنا حضرنا حاجة كده علمونا أن إحنا نكتب جوابات لبعض والجوابات دي يعني فرقة جامد قوي قوي في علاقتنا وفرقة جامد قوي في طريقتنا اللي تعبرنا عن اللي جوانا لنفسنا والبعض وكانت يعني كانوا بيقولوا إنها جوابات حب بس اللي إحنا اكتشفنا فيها إنه إنه لما أنا بكتب جواب أنا بقعد أزبط في الكلام فبدل ما أنا بقعد أتخانق بنقعد نتخانق ونسرخ ونبقى مش عارفين نقول اللي جوانا كويس فانا عيط فانا مش عارف إيه وفي الآخر بقى يطلع الجملتين كده لو اللي قدامي عارف يصبر يعني مع كل الصراعات دي إنه يسمع في الآخر الجملتين اللي يمكن يطلعوا لو أنا بكتب هعود أكتب وقطع الورقة وشخباتها ورميها وبعدين في الآخر هوصل لحاجة فلما هديله الجواب أو حتى هقوله بعد ما أنا كتبته هب أنا عرفت أوصل اللي أنا فعلا عايز أقوله واللي قدامي أو جوزي أو شريكي أو صاحبتي أو أحد يوصلوا بقى الكلام المزبوط اللي هو بجد بجد هو ده اللي أنا عايز أقوله مش كل التخبيط اللي حصل الصراعات اللي حصلت قبل ما أنا أطلع في الآخر بالحاجة الأخيرة